اشتركوا في القناة اتم عليها عملية التغيير التنظيمي وصلنا الى المرحلة مرحلة خلق حالة الاستقرار الجديد بمعنى ان الفرد بعد ما يتأكد من قبله للتغيير اللي تم الحصول عليه خلال المرحلة التانية او المرحلة اللي سبقت هاي المرحلة هون بقى بدا يدخل بحالة استقرار ذهني وهاي المرحلة ايش بيصير فيها هون بقى بدا يصير عند الفرد شعور بانه الحالة الجديدة صارت جزء منه ليش لاني بما انه شاف نتائج جيدة وتأكد انه الاهداف اللي كان يتمح إلا تحققيت فهون بصير هاي دي الحالة جزء منه بمعنى ما عادي تخلى عنا اتنين يتأكد انه قد بدأ بتطبيق الحالة الجديدة حتى تكتسب اهمية خاصة في علاقاته وممارساته وفي طريقة اداءه للعمل بمعنى انه صارت بالفعل جزء من سلوكه اول شي بيكون في عنده شعور بالارتياح لانه صارت جزء منه واثنين بصير جزء من سلوكه فصارت مهمة عنده كثير بحيث انه صارت طريقة جديدة للعمل في ضوء ما سبق يمكن اقتراح المراحل او الخطوات التالية لإدارة التغيير على مستوى المنظمة واحد حل المنظمة احتياجاتها للتغيير وراجع السياسات والانظمة الحالية اللي ترمدها الدعم للتغيير يعني بمعنى هل الانظمة الحالية والقائمين عليها بيدعموا التغيير ولا لا اتنين يجاد شعور بان التغيير صار ضرورة ملحة تشكيل فريق يعمل على قيادة هذا التغيير ايضا وضع رؤية ورسالة وستراتيجية مشتركة للتغيير بمعنى انه ما بس نكفي اني انا اطمح للتغيير بدي حط طريقة ورؤية وستراتيجية للعمل عليها لأصل للتغيير العمل على توصيل هاي الرؤية المشتركة لكافة العاملين في المنظمة دعم الدور القوي لقيادة دعم الدور القوي لقيادة اللي هي بتقود عملية التغيير تفويض العاملين سلطات وصلاحيات للتحرك والعمل وايضا علم ودرب العاملين المعنين في المنظمة ولازم تكون امين وقائد اوركسترا قائد اوركسترا هو بيحاول ان يعمل تناغم وانسجام بين اداء كل الفريق الموجود عنده تمام تحقيق بعض المكاسب والفوائد على المدى القصير دعم التغيير وجعله مؤسسيا بمعنى وضع معايير نماطية ومقاييس آلية للتغذية المرتدة العكسية ترثيخ وتثبيت التغيير في ثقافة كل من العاملين تمام هل اتمهي اسس تغيير داخل المنظمات في عنا وضع جالبين في كتابه جانب الانساني التغيير عشرة اسس التغيير داخل المنظمات المعاصرة وهي اول شيء لوائح والسياسات اول شيء بدك تلغي لوائح والسياسات اللي ما بتعمل على المساعدة على التغيير او بتتحدى الطرق الجديدة ووضع سياسات جديدة تجعل تطوير الطرق الجديدة للزامية وتطوير وتوثيق المعايير والاسس الواجب اتباعها تنين الاهداف والمعايير لازم يكون في عندي تطوير الاهداف ومعايير ملسمة في تطبيق التغييرات مع ايجاد اهداف مخصصة للعمليات اضافة الاهداف الحالية العادات والتقاليد اهم شيء السلوكيات القديمة يا جماعة الغاءة تماما واستبدالها بعادات سلوكيات جديدة مثلا استبدال بعض مذكرات كتابية في نقل معنومات داخل منظمة باجتماعات اسبوعية للمديرين بمعنى ان بدل ما يكون في مذكرات كتابية لنقل المعلومات في داخل منظمة نلغيها ونستبدالها باجتماعات اسبوعية ودورية التدريب يجب ان يكون التدريب طريقة يعني خلينا نقول تطبيق هذه الاسس الجديدة ونتصلص من الاساليب القاتمة في التشغيل واستبدالها بطريق جديد او تدريب جديد يؤدي الى تخدام الاساليب المطلوبة هل احتفالات والمناسبات هاي دي بقى مهمة جدا انه يصير في عندي مناسبات واحتفالات يعني بتخلي انه الواحد يشعر انه عايش بجو من التعاطف مع الآخرين مع الزملاء مع العاملين بحيث انه يتم في هاي دي الاجتماعات والاحتفالات توزيع مكافأات على العاملين اللي بحققوا اهداف معين وبينجحوا في ادارة التغيير او في اداء عملية التغيير ايضا السلوكيات الادارية تطوير اهداف واساليب ملزمة لاتباع السلوكيات المرهوبة مع توفير البرامج التدريبية اللي بتساعد هاي دي السلوكيات في العمل وتحديد المكافأات اللي بتغيروا وربط الترقيات بكل اداء جديد وتنفيذ سلوكيات مطلوبة المكافأات والتقدير هاي دي مهمة جدا التخلص من نظم المكافأات القديمة ومحاولة ترغبط المكافأات باهداف التغيير كل ما حدى حقق شي جديد من الاهداف المطلع عليها نعطي مكافأة بحيث هنا يدفع العاملين كلهم والموظفين كلهم الى السعي دائما لان يتغيروا الافضل وسائل الاتصال مفروض استخدام وسائل الاتصال جديدة ومعايير جديدة وجعل الاتصال اتجاهين لمعرفة ردود الافعال نحو التغيير ومحاولة دائما انه نفهم ما هي ردود الافعال عند الاخرين بعملية التغيير التأثير المادي انشاء مدى محسوس وملووس يعزز التغيير مثل اعادة تحديد مواقع العاملين وتوزيعهم هيكل المنظمة وهذا مهم جدا يجب اعادة تشكيل المنظمة بشكل يؤدي الى تطبيق التغيير لحد هلأ حدا عنده سؤال طيب نلتقل للفصل بعده تهل جدا هذا الشيء ناخده اليوم تمام ما هي الادارة كله تعداد المهم هو هايتي من هنا تمام ما هي الادارة حطوها يا جماعة ما هي الادارة الادارة هي بمعنى يدبر ويوظف ويستخدم ويحرك ويقتصد ويوجه وهذا هو معنى الادارة وهو اشارة الى بعض ادوار المدير الادارة يدير المدير تمام في عنا تعرف الادارة هي تعرك بالضبط ماذا تريد تمام الادارة هي تنبؤ وتقطيط وتنظيم ونثم القيام بالتوجيه والمراقبة بما انه في عندي كتير مدارس فكرية قدمت مفاهيم كتير للادارة فكلها تتتفق مع بعض البعض ببعض الجوانب وتختلف ايضا في جوانب مهمة رقم اربعة قلت عنه مهم معنا تخلوها دول مهم تمام فالتعريفات الشائعة رقم اربعة مثل ما قلتوا هي فلنحصول على اقصى اقصى النتائج باقصى باقل جهد حتى يتمكن او يمكن تحقيق رواج وسعادة لكل من صاحب العمل والعاملين مع تقديم افضل خدمة ممكنة هكونا علي خط هذا المهم من كل التعريفات تمام تمام يا جماعة بشام ما نحكي كتير اوكي هلأ في ضوء التعريفات السابقة يمكن ان نعرف الادارة بانها مهنة وعلم وفن وعملية لتحقيق التعاون والتنسيق بين الموارد البشرية والمالية والماتية المتاحة والممكنة لانجاز الاهداف المخطط لها بصورة الرشيدة وهذا تعريف مهم جدا ايضا حطوا العلمهم هلأ انت ادارة ما النفية هذا استقصاء يواجه الاتارة في الحياة اليومية وخلال ممارسة الوظائف العديد من المشاكل اللي ممكن يكون مننا معقد مننا بسيط وحتى يواجه هاي المشكلات بكفاءة لابد ان يتوفر له كتير من السمات والمهارات والتعامل مع الآخرين والتفكير الابتكاري اضافة الى ان يكون عنده ثقة بالنفس ومرونة في العمل وتنظيم الامور وفهم الآخرين والاخذ دائما بزمام المبادرة اذا اردت ان تعرف هل انت ادارة ام لا فهذه الاسئلة للاجابة عنها ما النفية هيعملوا انتوا مثل استقصاء للكن لحالكم فالنفية تفسير النتائج كمال ما النفية مصطلح الجودة وقفنا هون ماذا تعني كواليتي كواليتي لغويا هي المقابلة والاتفاق والمطابقة وانا اكتر شي باتفق مع هذا المصطلحين الاتفاق والمطابقة مطارة والله يا عاسي استي وايك لصة استهام الموضوع انه بدي حاول انا اني نتحط الشي المو مهم شان حدا منكم اذا بدأ نناقش حلقة الفحس انت اللي لبكتوني قلتوني بتكون تناقش عارفتي فانا عم طير كرمال لكم مش لانه المعلم دائما بده يحاول انه يجي على رغبات طلاب تمام فانا بدي يحاول اني قدر الامكان وعلى فكرة كله سهل ما بده لذلك يعني هذا كل عبارة عن استقصاء واسئلة وعبارة عن تدريب لكم لحالكم تمام ما هي الكونيتي المقابلة والاتفاق والمطابقة اصل المصطلح يعود الى الكلمة اليونانية كوانليتيز كوانليتيز مو كواليتي كواليتي كواليتيز كواليتيز وهي طبيعة الشخص او طبيعة الشيء ودرجة الصلابة فاذا هايتي الكلمة سؤالة مثل كواليتي اصل حطوا لكم انا بعض التعريفات حطوا لعليها خط امانة تمام قديما كان يشار بصطلح الجودة الى الدقة والاتقان في البناء وفي الادارة هناك عننا جورون بيقول عننا ان هي الصلاحية للاستخدام اما كروسبي فبيقول انها المطابقة للاحتياجات ومواصفات وهذا الكلام سقط مية بالمية فاذا اش معنى الكواليتي او الجودة هي ان تطابق كل احتياجاتي وتكون بأقصاء المواصفات المميزة تعريفات مصطلح الجودة يا جماعة من اي تعريف اللي انا طلبت اذا تذكروا في عنه تعريف الجمعية الامريكية تقول ان الجودة هي الخصائص الشاملة لكيان المعين الشيء الذي يحمل داخله القدر على ان يشبع كل الحاجات عند المستهلة سلام عليكم دكتورة بس بعض اذنك لا يتفضلي يعني انت بأشرة قبل علهام ولا كيف انا ما عد بفهم لا الان انا هاي التعريفات الكتير يا سيهام او يا سمهان ما بعرفين اللي عم تحكي معي اسمهان اسمهان هاي دي التعريفات يا اسمهان ما بدنايهاكلة تمام فاللي كانوا حضراني سابقهم بيعرفوا تماما انه انا اشرت على واحدة منه التعريفات هي اللي بتهمنا مشاوما نحفظ كل التعريفات ق���ävت كيف فارفقاتك يعرف قادر أنت سيهام بتعرف ما هيك؟ أكيد كلهم بيعرفوها ماشي يعطيك العافية أهلا وسهلا سؤال الأتمة كلمة أصلة شو يا صفية مشان تكتبوها يا شباب ما تنسو يا صبايا أصل الكلمة كلمة أصلة شو تمام يوناني صح 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 إذن الجودة أو خليل أقول هيئة المواصفات البريطانية بتقول أن الجودة هي مجموعة صفات وملامح وخواص المنتج أو الخدمة بما يرضي ويشبع الاحتياجات المرحة والضرورية الجودة هي أداء عملية معينة سواء كانت إنتاجية أو خدمية حسب معايير محددة وتمثل أعلى مستوى لرضاء المستهلك على فكرة ممكن يجي أتمته تمام؟ ما هي أعلى أهداف الجودة ما في أسهل منا بتقولولي تمثل أعلى مستوى للرضاء المستهلك الجودة أيضا هي مجموعة الخواص والخصائص الكلية التي تحملها السلعة أو الخدمة والتي تحدد لأي مدى تحقيق احتياجات وإحتياجات ورضاء العملية تمام؟ الجودة من منظور ديني الجودة من منظور ديني هي معروفة أنه الله سبحانه وتعالى قال في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لنضيع أجر من أحسن عمله وهم جدا أن في الديننا صدق الله العظيم أنه تحسن عملك لأني هذا شرط ديني والله أكمر كمان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه بمعنى هي أمر رباني وأمر بالنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى أنه جعلها جزء من انتماء الإنسان للدين الإسلام ما هي أهداف الجودة؟ أهداف الجودة يا جماعة أهداف الجودة يا جماعة أهداف السلام عليكم وعليكم السلام بشرة معك بشرة إبراهيم أتي يا بشرة تفضلي بالنسبة لتعريف مصطرح الجودة أذكر بالمحاضرة لما نعطيتينها سألتك أنا قلت لي رقم أربعة كمان يعني الخصائص الكلية هاي بس بس هذا نحفظه يعني تمام تمام أنا نسخة الكتاب وحاطة الإشياء اللي أنت كنت تتحكين لنا عنه يعني عليك معناتها يا بشرة جمعيا كله أنت في ملاسو بعطيلية مشان ما أغبوتكم أو أظلمكم نحط أسئلة بعيدا عن الشيء اللي أنا حكيت فيه تمام إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك دكتورة بعد إذنك هذا الملف بتجمع لك وتبعت لك ممكن تبعتيني أنت على المجموعة لأنه الله يعني أنا ما بعرف تخرطة يعني هيك معناتها يا بشرة بعتين على المجموعة دكتورة دكتورة أول شيء يعني نحنا بنجمعون نبعتهم على المجموعة بشوفوهم الطلاب وإذا في شيء زايد عندي هني بقولولي وإذا في شيء نقص منحطه كمان وبعدين نبعت لك ياهم بإذن الله بصير هيك يعيني عليك هل تعمل بعض تخرطة جدا في إذا بعتين مجموعة أبشر 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 إن شاء الله بشارك الله بالجنة يا عزيزتي شكرا جزيلا أهداف الجودة يا جماعة مهمة جدا بسؤال أتمتك كمان حطوها أهداف الجودة ما هي خفض التكاليف أهم شيء بالنسبة للجودة يا جماعة أني أنا أعمل الأشياء التي إياها بطريقة صحيحة ولكن بدون ما يكون عندي تبذير بالمال بمعنى أني قبل الإمكان قلل من التكاليف أيضا اختصار الوقت في إنجاز المهمات تتذكروا كايزن عنده من الأهم أمور الهدر هو هدر الوقت فالإجراءات التي وضعت من قبل المنظمة لإنجاز الخدمات العميل ركزت على تحقيق الأهداف ومراقبتها وأيضا ممكن يكون هذا الشيء جاي بإجراءات طويلة وجامدة الأمر الذي يؤثر على الإنجاز بمعنى أنه رح ياخد وقت طويل فلذلك الجودة أيضا أني إنجاز المهمة أقصر وقت ممكن رفع مستوى العاملين بالمؤسسة هالأمر هذا يا جماعة كل ما ارتفع مستوى المعاملين كل ما نعكس هذا الشيء على العمل أنه بديه جداً كل ما كان عند العامل مهارة كل ما صار عمله أفضل بديه جداً لذلك لابد من إشاعة ثقافة الجد والحزم واحترام العمل وتحقيق الجودة في كل المراحل تكوين بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر تقليل المهام عديمة الفائدة زمن العمل أو عديمة الفائدة في زمن العمل المتكر حد هلأ فيه شيء صعوبة أنا أعتقد أنه كل سهل اليوم المحاضرة تمام مسؤولية الجودة تمام مسؤولية الجودة تعتبر مسؤولية الجودة مسؤولية جماعية أنا فكرة يا جماعة الجودة في المنتج لا يمكن أن تقع على شخص بعينه أو فريق بعينه إنما من بداية العمل إلى نهايته مسؤولية كل الموجودين والقائمين عليه فلذلك يا جماعة إرادة أنه أنا أطلع منتج فيه شيء من الجودة أو يحقق أهداف متقدمة ما تقع على إنسان لحاله وإنما تقع على الجميع كل واحد يا جماعة مسؤول في مكانه عن المهمة اللي هو منوطة فيه فإذا أدى مهمته بشكل صحيح فهو معناتها أدى ما عليه من الوصول أو من خلينا نقول في طريق الوصول إلى الجودة لذلك مسؤولية الجودة جماعية ومشتركة كمان سؤال أتمته مسؤولية الجودة جماعية ومشتركة تمام؟ لأنها مسؤولية الجميع من قمة الهرام إلى القاعدة تمام؟ وهالحكي أشار له إدوارد ديمينك بيقول أنه نجاح الجودة الشاملة يحتاج إلى من كل شخص في التنظيم من أدنى مستوى حتى الرئيس التنفيذي أن يكون عنده التزام تام في إدخال التطوير الذي يراه مناسبا وضروريا لتحسين الجودة فهي أيضا من مسؤولية الموردين والعملاء وكل المجتمع واضح لحديث هلأ؟ يا الله محاضرتنا اليوم ما أساني يا رجل يا ربي دخل أنا وكل محاضرتنا هاي نايس الجودة الشاملة بصلنا لعند الجودة الشاملة لاحظوا يا جماعة عملية إدارة الجودة الشاملة بتكون عبارة عن تركيز على العميل والتخطيط والإدارة والتحسن المستمر والمشاركة الكاملة لأنه لا يمكن أن يكون هناك إدارة حقيقية للجودة بتركيز على النقطة واحدة إنما على كل هيدا النقاط تعريفها تعريف إدارة الجودة الشاملة هناك عند التعريفات متاحة لإدارة الجودة الشاملة أهمة يا جماعة اذا تذكروا معي شو كان التعريف اللي حكينا فيه طلبنا في عندي تعريف إدواردس ديمينك اللي بيقول إدارة الجودة الشاملة هي طريقة الإدارة المنظمة تهدف إلى تحقيق التعاون والمشاركة المستمرة من العاملين في المنظمة لتحسين السلعة بمعنى أنه هي طريقة الإدارة اللي بتهدف فيها من خلال التعاون والمشاركة المستمرة من كل العاملين في المنظمة إلى تحسين السلعة والخدمة والأنشطة التي يكون وراءها رضا العملاء تعريف جوزيفين جوران هذا أول واحد ما هيك يا بشران أي دكتورة أول واحد ديمينك هو هو أشمل شي وأوسع شي تمام خلينا نروح على إذا تعريف واحد بدنا يا خلاص ملنا في هذا الموضوع نروح على تعريف المنظمة الدولية للتوحيد القياسي هذا يا جماعة بما أنه عالمي في منظمة معينة للقياس منظمة دولية للقياس أش يعني قياس يعني تقيس مستوى جودة تقيس مستوى جودة فهي دي المنظمة الدولية قالت عنها إدارة الجود الشامي اللي هي مدخل للإدارة في المنظمة يرتكز على الجودة ويبنى على مشاركة كل الأعضاء بمعنى أنه يا جماعة أول شيء هي مدخل للإدارة في المنظمة بمعنى أنه الإدارة تقوم كلياتها على أنه تعمل على أن تصل إلى الجودة وبترتكز على الجودة أصلاً ويبنى عليها وشاركة كل الأعضاء فكلياتنا مسؤولين أو كل الموجودين مسؤولين عن الجودة والهدف والنجاح في الأجل البعيد بمعنى أنه هو نجاح لفترة معينة من خلال كيف بيكون النجاح أو شو معيار النجاح دائماً نحكيها من رجال نحكيها رضا العميل وتحقيق المنافع للجميع وأيضاً للمجتمع تمام؟ في دعوة ما سبقي ممكن تعرف إدارة الجودة الشامل بأنها منهج علمي لتطوير أداء المنظمات والعاملين بهدف تقديم سلع أو خدمات تلبي احتياجات وتوقعات ورد العملاء ذلك من خلال الحرص على تحسين المستمر وتدريب العاملين والعمل الفريقي وإشراك العملاء في جميع العمل أو مراحل العمل هدافها رائع جداً يا جماعة هالسؤال ركزولي عليه أو لحظة 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 بس ما قررت أنا المذاكرة رح تكون لأي صفحة ما بدي تأقل عليكم ما رح تكون أكتر من 40 صفحة تمام؟ أوكي هداف إدارة الجود الشامل بس حطوه هذا كسؤال مهم في الامتحان تمام؟ أول شي يا جماعة من أهداف إدارة الجود الشامل اللي اليوم رح نحدد المذاكرة من أي صفحة لأي صفحة تمام؟ ما رح تتقل عليكم هل بما بيطوع عليك من أهدافها؟ أول شي يا جماعة التركيز عن احتياجات السوق بمعنى أنه أنا لما بدي أربط أهدافي بالسوق فهيدي قمة الجودة قمة الجودة أني أنا يعني آمل شيء يحسن أو خلينا نقول يتعامل أو يتماشى مع احتياجات السوق تمام؟ يتعامل ويتماشى مع احتياجات السوق اتنين تحقيق أعلى أداء في كل المجالات دائماً يكون أدائي متقدم وضع إجراءات بسيطة لأداء الجودة بمعنى أني ما أثقل كاهل العاملين بإجراءات كتير تقيلة وإنما من خلال تغييرات بسيطة دائماً نحن إذا تستكروا في المحاضرات السابقة التغيير بالتدريج هو الأبطى وهو الأدوم وهو اللي أثره بيضل تمام؟ أيضاً أعمل مراجعة مستمرة للعمليات لإزارة الهدر والفاقد وحكينا أنه من أهم معايير النجاح أن أقلل من الهدر ابتكار مقاييس للأداء لازم أنا إذا كان في عندي رغبة بإني أصل لمستو معي من الجودة يكون عندي مقاييس مقاييس أداء العاملين مقاييس أداء العملية كلها كيف عمدتم أيضاً مقاييس للمنتج أو الاستلعى نفسه أيضاً إدراك المنافسة وتطوير استراتيجية المنافسة بما أنه العالم يعج بمن يعمل وكثير من المنافسين فلابد أن يكون عندي تطوير استراتيجية المنافسة أيضاً وضع أسلوب تطوير مستمر بلا نهاية وصفة عامة إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى تحقيق الجودة في أربع مكونات أساسية أول شيء بالموارد البشرية اللي هن العاملين المنظمة أرقم ما يمكن أن تفعله منظمة يا جماعة أنه ترقب موظفيها هاي بتكون منظمة بالفعل متقدمة لأني بتعرف أنه العاملين هن الرأس المال البشري رأس المال البشري أهم من المصاري تمام؟ لأني البشر هن اللي عبي يصنعوا تمام؟ فهدول كلمة تقدمت فيهم أنا كلمة تقدم عملي وحباقة هدافي أيضاً جدة التكنولوجيا المستخدمة هيدا مهمة جداً بما أنه في تغيير تكنولوجيا رهيب جداً ويومياً في شيء جديد لابد أن أستخدم تكنولوجيا جيدة جودة البيئة الداخلية المنظمة اللي هو جو العمل تمام؟ جو العمل والموظفين والعاملين مع الإدارة جودة البيئة الخارجية المنظمة بمعنى البيئة التي يقع فيها العمل اللي هو خارج إطار المعمل والمصنع أو إلى آخر يمكن باحتصار أيضاً أن نقول أن إدارة الجودة الشاملة تهدف للتجويد في كل شيء فهي تشتمل على جودة كل فرد وكل شيء وكل مستوى وفي كل رقم بكل هدول ما هي مبادئ الإدارة الجودة الشاملة؟ يا جماعة بديهي جداً على الفكر كمان مهم أول شغلة بإدارة الجودة الشاملة أول شيء بدأ توصل له رضا العملاء أنه يرضى العميل عن المنتج اتنين رضا العامل أنه العامل كمان يكون مبسوط أول شيء من المنتج وثاني شيء من الإدارة ثالث شيء من عائده المادية من عمله لأنني أنا بس كان العامل رضيان ومبسوط بعمله سدقوني رح يقدم أجمل ما عنده هالحكي حكيناه عشرات المرات جودة المنتج المنتج اللي هو السلعة أو الخدمة أهمية العمل الفريقي لأنه كل ما كان عندي فرق منظمة لأداء مهام معينة فالعمل رح ينجح أيضا القيادة الجماعية والإيجابية والمحفزة بمعنى أنه يكون دو العمل والعلاقة ما بين العاملين والقيادة عملية ودية أو علاقة ودية بحيث أنه تقوم على الاحترام وعلى الإطراء وعلى المدح بحيث أنه يشعر العامل أنه هو موأسير عند القيادة تمكين العاملين وهي دي مهمة جداً من باب أنه الجودة الشاملة تحرص على الموارد البشرية التدريب المستمر لحتى يتمكن العامل هدول تنتين بيتباعوا بعضهم البعض تنمية الإبداع والابتكار لابد أن يكون هناك شيء جديد دائماً في العمل أهمية التحفيز وحكيناه أنه الحوافز مهمة جداً لدفع أو رفع المعلويات عند العامل اللي بابدتها لأن يقدم كل ما يستطيع بناء وتدعيم الولاء التنظيمي الإيمان بضرورة وأهمية دارة التغيير وحكينا أن التغيير حتى لو ما أنا قبلته هو رح يفرض نفسه عليه الشفافي والمكاشف بمعنى أن تقول العلاقة صريحة جداً ما بين العاملين والقيادة المساءلة والمحاسبة بمعنى كل من أخطأ لابد أن يتحاسب على خطأه لحتى ما يشيع جو الفساد في إطار العمل لا قيمة اللي كان بدون جودة يعني ما في داعي أني أني أنتج طنب تعمل من المنتج معين ولكنه رح يكسد عندي وما حدا رح يأخذه تمام؟ الاستفادة من خبرات القوى العاملة وهي مهمة جداً في عمليات إذا صار عندي عائق أو مشكلة المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وهي مهمة جداً أن يكون منتجي يحترم الزوق الجماعي والاجتماعي ويؤدي مهام جيدة في هذا الأمر حدا عنده أي سؤال؟ يا الله كلامنا اليوم أو محاضرتنا اليوم بسيطة جداً؟ حالياً الجودة المقدمة هذه جامعة الزيتونة ما في منا والله للأمان الحديث هلأ إتي جامعة الزيتونة يعني متقدمة في ما تقدمه ولحد هلأ الالتزام من خلال من طرف الإدارة والكادر التدريسي والطلاب جيد جداً ونتمنى أنه إن شاء الله بتكون دائماً هيك وتأدي المهام المطلوبة منا لأنه نرفض طلابنا الغير قادرين على التعليم الفيزيائي إنه نمنحهم العلم والكفاءات والمهارات والشهادات المطلوبة لأن هيك بنكون عم نقدم خدمة جليلة للمجتمع ونعطي فرصة للغير قادرين وهي بحد ذاتها رائحة أنا برأيي هذا الحكي وما بعرف إذا راح تعتبروا شهادتي مجروحة ولكن هيك للأمانة بالفعل أنا هيك شايفتها طيب حدا عنده أي سؤال؟ وصلنا لهون نلتقي عن رابط الجيد إن شاء الله يكفي إنه عم تجمعنا بمين حابب إنه يصير أفضل ويتغير للأفضل هاي بحد ذاتها إنجاز جيد بالفعل تمام؟ إذا ما حدا عنده أي سؤال نلتقي عن الرابط القادم إن شاء الله سلامات أصدقائك كيف كون منكمل؟ ما هي مميزات إدارة الجودة الشاملة؟ أهم شيء الجودة الشاملة أو إدارة الجودة الشاملة راح تحقق لي أو راح اكتسب فيها عديد من الميزات أول شيء تقليل العمليات الإدارية راح تقلل كتير من مهام الناس إتقال العمليات الإدارية بما أنه أدلنا فأكيد راح نتقن البسيط المطلوب تبسيط النمازج والإجراءات يعني بمعنى آخر أنه تبتعد عن التعقيد تماما زيادة في الإنتاجية وهي دي من أهم ميزاتها تقليل شكاو العملاء ونحن قلنا أنه من أكثر أهداف الجودة الشاملة رضا للعملاء أيضا في عنا التحسين المستمر داخل المنظمة أخيرا تقليل الفاقد وحكينا أنه إدارة الجودة الشاملة تهتم كتير بالموضوع الهدر ما هي معوقات إدارة الجودة الشاملة؟ في عنا كتير معوقات لإدارة الجودة الشاملة حكا في نقفية أدوارد ديمينج وأيضا يعني خلينا نقول رصد بعضها في كتابه الخروج من الأزمة بالتالي أول شيء كل الناس تبحث عن الحل السهل والسريع ولكن للأسف الحل السهل والسريع أول شيء راح تظهر لي المشكلة مرة تانية لأنه ما في حلول جزرية الإدارة الجودة الشاملة يا جماعة تبحث دائما عن حل جذري وإن كان بطيء ولكن يضمن عدم الوقوع في المشاكل اثنين الاعتقاد بأن معالجة المشكلات بحد ذاتها تؤدي للتحسين والتطوير يعني بيكفي إني إخلاص من المشاكل اللي عندي لتحسن وهي دي فكرة خاطئة أيضا الاعتقاد بأن المكينة أو الميكنة تؤدي إلى التحسين والتطوير اللي هو أو يمكن الآلة الاعتقاد بأن مشكلاتنا مختلفة لا المشاكل تلا واحدة ولكن مشكلة بال خلينا نقول أو يمكن تختلف من حيث المسببات من حيث من يقوم بها من حيث طرق الحل إلى آخره الاعتقاد بأن مبادئنا أو مبادئ التحسين والتطوير ما بتتناسبنا وهي دي مشكلة كبيرة لأني دائما الفكرة التقليدية يا جماعة بيعتبر أنه أنه التغيير مولئ له أو بمعنى آخر ونهما كيف فهد كلتنا عن الامتحانات عادي جدا أيضا قدم الاستفادة من الألماط والنظريات والنمازج الحديثة في الإدارة المعاصرة وهي دي كارسة كمان بما أنه التغيير دائما مستمر يا جماعة وعب يفرض نفسه علينا فنحن لازم نستفيد من النظريات والنمازج الحديثة اللي عب تعتمدها المنظمات في إدارتها أيضا الاعتماد على معايير ومقاييس والهداول قديمة وهي دي كمان من الكوارث طيب أنا أذا بدي أغير إيش لون بدي أغير وأنا المعايير والمقاييس اللي عب استخدمها كمان أديمة كمان كارسة الاعتماد على وحدة ضمان الجودة في حل مشكلات الجودة أيضا إلقاء اللوم عن الآخرين من أكبر مشاكلنا يا جماعة أيها مصيبة باللوم الآخر لا معلش تشوف أنت وأداءك وعملك وتفكيرك وسلوكك لربما كان هو قص الخطأ أيضا بدايات خاطئة ومزيفة أو غير متحميسة طبيعية يا جماعة بدايات الخطأ رح تأدي للتائج خطأ وبالتالي ما رح نقدر نوصل للجودة المطلوبة التعامل مع الجودة كبرنامج وليست وسيلة الوسيلة التعليم وتحسين مستمر وهيدي كمان مشكلة الجودة يا جماعة تعمل إلى تحسن المستمر وليس فقط برنامج أستطيع من خلاله حقق أهداف معينة وبينتهي الأمر أيضا عقدة الحاسبات الآلية والاعتقاد أنها تستطيع تحقيق الجودة فكليل إنه إذا أنا دخلت الهايتك أو التكنولوجي هاتح لك المشاكل الاعتقاد من الاتدامة بالمعايير والمقيس والجداول يكفي كمان ما بيكفي لازم غير العقلية لازم غير استراتيجية لازم حسن من أداء العاملين لازم مكن العاملين أيضا الاعتقاد بأن تبني المفهوم عدم الخطأ يكفي الاعتقاد بأن تبني مفهوم عدم الخطأ يكفي يعني بمعنى أنه يكفيني أنا أني ما عام أخطأ هذا كمان بحد ذات الخطأ اختبارات غير كافية اختبارات غير كافية بمعنى لازم تكون اختباراتي شاملة لكل مراحل العمل أنا اعتقد بأن من يأتي لمساعدتنا يجب أن يفهم كل تفاصيل عملنا وهيدي كمان ماي بالضرور بصل الخامس ها ها بلشنا بكايزن من هو كايزن أو ما هي كايزن خلينا بالمقدمة بس هيك بعجالة لحتى نفهم شو هي كايزن أو ليش عم نشتغل على كايزن رافق الانفجار التقني والتنافس الاقتصادي والنمو المعرفي تطور كبير في العملية الصناعية والإدارية كل القطاعات سواء كانت الحكومية أو تجارية في كل العالم الأمر الذي جعل عملية التحسين من أهم شروط بقاء المنظمات وحكينها الحكي وتنويع قدرتها التنافسية فقط المؤسسات والشركات التي استخدمت أساليب التحسين المستمر والإبقاء على سياسات مقبولة ومستويات مرتفعة مريضة وعملاء استطاعت أن تنافس وأن تبقى في ظل ظروف أزمات اقتصادية وأزمات مالية متلاحقة بالنسبة لتجربة اليابان يا جماعة في التفوق التقني الرهيب اللي حصلت عليه فكانت رح تتمر على علماء الإدارة بالعالم بدون ما تدرس أنه كيف وصلوا إلى هذا المستوى من التفوق تمام؟ فأراد الباحثين أنه يتعرفوا في فصلة اليابان لها التفوق هذا في فترة زمنية قصيرة خاصة أنه كما حكينا سابقا اليابان كانت خارجة من حرب عالمية تانية وكانت من البلدان المدمرة تماما يعني ما في موارد اقتصادية ما في بنية تحتية ما في قدرات مالية كل هاي الأمور ما كانت موجودة ولكن التفوق الرهيب اللي حصلت على اليابان كان عبارة عن قفز نوعية لذلك كثير من الباحثين والدارسين حاولوا أنه يعرفوا ما هي الأسباب التي أدت باليابان إلى أن تبيع منتجات ذات جودة عالية بكمية أقل من المثيلات في العالم أو في الدول الأخرى وبأسعار أرخص من ذلك ولكنها رغم ذلك بحق ترباح ثقافة كايزن هي كانت الاكتشاف المزهل فكايزن يا جماعة هي كانت وراه هذا التقدم الرهيب فستطاعت التجربة اليابانية للتحسين المستمر وهي كايزن التي سمها اليابانيون كايزن أن تحقق مستوى أقل مستوى من الهدر في العمليات والموارد والوقت بسبب إذن عدم الهدر أو بسبب أنه قدرت تتعامل مع موضوع الهدر عائد نسب كبيرة من الأرباح وعوائد مالية بسبب تعامل الصحيح مع العمليات والموارد والوقت أو الهدر في كل هاي الأمور تمام؟ من هنا كان الاهتمام الرهيب في ثقافة كايزن بغرض التعرف عليها والتدريب عليها وتطبيقها في كافة مؤسسات الشركات فإذا كان عندنا نموذج رهيب جداً وتقدم جداً هو اليابان كيف قدرت رغم كل الظروف اللي هي فيها أن تتقدم بهذا النموذج الرهيب قنياً واقتصادياً رغم أنه الموارد شبه معدومة فالصر كان كايزن اللي هو كايزن هي عبارة عن تجربة التحسين المستمر تجربة التحسين المستمر اللي بتقدر تحسن أو بتقدر تقلل كتير من مستوى الهدر في العمليات والموارد والوقت حقيقة أسمها أنما أنا عم عجلة مشانك مشان رفعاتك عندما تعرضت جزر اليابان للقصف النووي الأمريكي لسيما هيروشيما عام 45 فقامت اليابان بتركيز على تغيير الفهم أو المفاهيم والفكر وإعادة بناء الدولة فبعد حرب العالمية الثانية ولحد من هالوقت هذاك انتشر ثقافة كايزن فثقافة كايزن نفزت في كتير من الميادين واستطاعت أن تحس أن تعيد اطلاح اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب ما حققته في اليابان انتشرت في كل دول العالم تعتبر كايزن استراتيجية استطاع اليابانيون من خلالها تحقيق طفرة صناعية هذا الاسلوب الياباني بيركز على إدخال التحسينات بصورة تدريجية ومستمرة صغيرة كتير في الحجم ولكن التأثير هو المطلوب بمعنى أنه أنا أدخل تحسينات بشكل تدريجي بسيط وسهل ولكن باستمرار مواقف عند حد معين هذا الشيء اللي ساهم فيه زيادة الإنتاجية وتقليل تكاليف العمل وتقليل الهدف بكل أنواعه الأمر الذي ساهم بزيادة وتحسن القدرات الإبتكارية والإبداعية للعامل تيب دراسات من كتبت على التجربة اليابانية في الإدارة اللي بتعتبر أكثر تطوراً وتقدماً لأن نقلة اليابان من دولة مدمرة تماماً ومتخلفة إلى دولة متطورة جداً ومتقدمة دون الاعتماد على موارد طبيعية مثل البترول والغاز والدهب والمعادن لأن اليابان فقيرة بهذه الموارد الطبيعية بمعنى أنه ما في خلفية من موارد أو ثروات طبيعية ساعدت اليابان عن نهوض فهي نهضت تقريباً من صفر وهي هي الذهول أو سر الذهول الرهيب عند العالم أنه كيف نهضت اليابان بعد الحرب العالمية التانية وهي ما عند المقومات ولا عند ثروات طبيعية من هاي الدراسات في عنا دراسة فيتر دراكر اللي نشرة في مجلة هارفورد الأعمال عن أسباب التقدم في اليابان بكلمات أخرى العالم يشهد كتير من التطورات بالمجال التكنولوجي هاي التطورات قدت إلى ظهور منافسة شديدة جداً بين المنشآت والمنافسة صارت كل المجالات تقريباً أهمها بالتكلفة واللي هي بنفسها بحد ذاتها كانعكست على أسعار البيع فأنا طبيعي جداً منتج إذا بكلفني 100 بدي بيعه 105 أو 110 طيب إذا منتجي نفسه أو نفس المنتج عندي عم يكلف 50 وأنا زبعته ب60 وب70 فأنا ربحاني هاي هي الكارثة اللي وقعت على الأسواق الغربية إنه كيف اليابان عم تبين بهيك أسعار ولساتها ربحاني فهنين ما أدركوا إنه السر كان كايزل أنا عم أقلل من هدر بالوقت وبالجهد وبالمواد الأولية وبساعات العمل وخلينا نقول بكل وسائل العمل فطبيعي جداً أنه أنا أطلار بحاني تمام؟ لذلك ظهرت في السنوات الأخيرة تقنيات وأساليب إدارية جديدة حتى توصل أو بتواكب هذه التغييرات وتطورات في بيئة العمل هذه التقنيات تلبية الحاجة أو تلبية الحاجة للإدارة لتقديم سنع وخدمات بجودة جيدة وفي نفس الوقت تكلفتها من خفضة وبشكل يحقق رضا العميل لأنه هو أبقل يعني أعلى ما يتمناه أي شركة أو منظمة أو مصنع ورضا العميل أو الزبون أو المستهلك ومن هذه التقنيات كانت كايزل على ماذا يقوم كايزل؟ تقوم على فلسفة أن التحسينات المستمرة وإن كانت بسيطة بمجموعها تنتلك صافي تأثير يفوق على المجموع الكلي بتلك التحسينات بمعنى أنه أنا أقدم تحسينات مستمرة وحتى لو كانت بسيطة رح أتفوق بأثر كل المجموع الكلي للتحسينات ودون أن أحتاج إلى تكاليف عانية جدا تجمل عملية التحسين كل شيء الأشخاص اللي عبيقوموا بالعمل العمليات قد صير العمل المعدات الأدوات يعني لا بشتغلها المواد وأساليب العمل وطرق الإنتاج فلذلك يا جماعة التحسين لا يقع على شيء معين هذا أكثر شيء تفوقت في اليابان أنه ما أجت لحد تحسن شيء معين أول شيء بلشت في تحسين الإنسان وتغيير الأفكار والتوجهات وتغيير الأهداف لذلك بدأ العمل طبيعي جدا أنه بما أنه ما عندهم مقاومات أبدا أنه ينهضوا بسرعة فهن كان نهوض بشكل تدريجي وبطيء وبسيط حتى وصلوا إلى القمة إن كايزين هي إحدى وسائل التغيير على مستوى المنظمات التي لم يتعرف عليها عالمنا العربي بعمق حتى الآن فطبقت اليابان أسلوب بقاء الحال من المحال هي أكثر وحدة عرفته وطبقته وبقيت معظم المؤسسات والشركات العربية تحتاج بمنهج تغيير الحال من المحال وهي هي كارستنا نحن العرب بطيئين جدا في التغيير وبنخاف من التغيير عشان نكون صريحين مع نفسنا أكثر وبنخاف من التغيير ودائما مقولة بقاء الحال أو دوام الحال من المحال ما بنعترف فيها أبدا لذلك الدنيا كلها تنسبنا ونحن بقيمة مكاننا نحن نستراتيجية ما هو بطرح استراتيجي أو استراتيجي في الأصل هو جاء من الكلمة من العلوم العسكرية كانت يستخدم أكثر شي بالعسكرية أو بالعلوم العسكرية ولكن فيما بعد تم يعني خلينا نقول سوقه أو التعامل فيه في كل المجالات يشير بالسياق هذه أو بالعلوم العسكرية إلى التعبئة أو التجنيد وتهيئة وتجهيز الجيش في أرض المعركة لنستطيع أن نحقق الانتصار بأقل الخسائر ثم تم استعارة هذا المصطلح في العلوم الإدارية والاجتماعية يشير إلى عملية تعبئة كافة الموارد التي تمتلكها المنظمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية سؤال أتمة حقول عليه الخط ماذا تعني الاستراتيجية في العلوم الإدارية تعني تعبئة كافة الموارد التي تمتلكها المنظمة لتحقيق الأهداف قويلة الأمل وذلك في ضوء الوضع الراهن والتنبؤ بين المستقبل للمنظمة مع حساب أن هناك منافسين قويين جداً وهناك تقدم مستمر بالتكنولوجيا والمعلومات وهناك أيضاً تقلبات في السوق هناك أيضاً أزمات اقتصادية هناك أيضاً رفع لسقف التوقعات عند العملاء والمستعليكين هذا وتعد الاستراتيجية جزء هام من بناء أي برنامج أو خطة لأي منظمة وترى ساندرا كان ببساطة أن الاستراتيجية تصف كيف يمكن للمنظمة أن تحقق أهداف وهي تختلف عن الأهداف والتكتيكات إذا نفرق بينه وبين الأهداف والتكتيكات الهدف يا جماعة هو المقصد الذي تريد المنظمة أن تبلغه بينما الاستراتيجية هي كيف أصل إلى هدفه تمام؟ هدفي هو المقصد هو الغاية التي أريد أن أصل إليها ولكن الاستراتيجية بتحقن للطريقة لحتى أوصل لهدف التكتيكات هي جوانب تشغيلية بمعنى أنه شيء تشغيلي عم أعمل عليه بينما الاستراتيجية هي التي تهتم بإيجاد المنهج وإطار شامل وعملي استخدام في تحليل استراتيجي للمنظمة من خلال عنصر الزمن واستخدام أدوات إحصائية بسيطة تركز في الإجابة على ثلاث تساؤلات الرئيسية للمنظمة وهي لماذا تنفهج المنظمة هذا الأداء والمسارات عاليا اتنين إذا ظلت على هالأداء وين تتوصل ثلاثة كيف رح تحسن أداءها في المستقبل ما هذا المنهج يا جماعة يرتكز إلى ثلاث إجابات تمام الاعتماد على عنصر الوقت في التحليل الاستراتيجي من خلال دراسة مسال المنظمة في الماضي والحاضر وتحديد المطلوب في المستقبل حديد آلية صنع القرار في المستقبل في المنظمة أسبوعيا وشهريا وسنويا وهيدي تحدد الاستراتيجية من خلال إيجاد تناغم بين موارد المنظمة وأدائها المتوقع لتحقيق النتائج الملموسة حديد آلية تعامل موارد المنظمة وقدراتها المالية والبشرية مع الأداء المستقبلي كله لازم يكون مفهوم أيضا كيفية جعل العمليات الإدارة الاستراتيجية ميزة تنافسية للمنظمة الأهم أمثلة الاستراتيجيات في مجال علم الإدارية والاجتماعية استراتيجية النمو هي طبعا أمثل على الاستراتيجيات المتحرص عليها في العلوم الإدارية والاجتماعية في استراتيجية للنمو في استراتيجي للإنتيمان في استراتيجية للاندماج وليس استراتيجية للتنوية وليس استراتيجية للتركيز واستراتيجية للهجوم واستراتيجية الصراع واستراتيجية التنافس واستراتيجية التعاون واستراتيجية وضع قواعد التشغيل واستراتيجية التطهير واستراتيجية القضاء على الهدر لسالة نحن نركز في كتابنا على آخر ثلاثة قواعد التشغيل التطهير القضاء على الهدر حدا عنده اي سؤال والله منرجع يا سيهام الصوت بعد شوي لاني انا بعدت شوي عن اللابتوب يلا هلا رجعت اوكي حدا عنده اي سؤال انا بدي اكتفي بهاي الاهداف والتكتيك والاستراتيجية الاهداف يا حبيبتي هو هدفي او خلينا اقول مقصدي او غاية اللي بدي احققه التكتيك هو الخطوات اللي عم اشتغلها بينما الاستراتيجية هي بتعلمني كيف حقق اهدافي وبتوضح لي اشياء التكتيكات اللي لازم اعملها فالاستراتيجية اشمل وهي ضرورية لحقق اهدافي ووضح تكتيكاتي تمام الاستراتيجية هي الطريقة التي اعمل بها لكي احصل على اهدفي وبنفس الوقت بتوضح لي ما هو التكتيك المفروض هم فيه لحتى حقق اهدفي فهنن فيه تلازم هنن فيه تلازم انا الاستراتيجية بحطها لحتى حقق اهدفي كيف حقق اهدفي باني اعمل بتكتيكات معينة صحيح الاستراتيجية هي آلية تنفيذ الهدف صحيح يا فهد صحيح حدا عنده سؤال تاني صحيح محاور الحلقاء المقدمة لها نشاطاً إنسانياً. أسمعها بس بس أدي لك شغلة بعد إسمك أسمعها ما تداعي تعطينا صرفياً استحيلنا هيك كل فقرة صرح بخيص أنه ما تكدي الوقت طويل لسان أنا أخشع أنه يتخلص وقت محافظة مع المرسوس تمام؟ نعم نعم تمام المقدمة تعتبر الإدارة بوصف نشاطاً إنسانيا قديمة قدم الإنسان وجدت من أجل مساعدتي على القيام بمهام حياتي وتطورها تعريف الإدارة عمري زهني وسلوكي تسعى لاستخدام الأمثل الموارد المشاري والمالي والمادي لبلوغ أهداف المنظمة والعملين بها بأقل تكلفة وأعلى جودة أهداف ومهام الإدارة صناعة واتخاذ القرارات المتعلقة بتهديد الأهداف وطويلة وقصيرة المدى بلوغ النتائج المخطط لها تحقيق رضا العملاء الداخلين والخارجين صناعة ووضع معايير فنية عارية الجودة معايير قومية توافق مع المواصفات العالمية للسلع والخدمات اكتفيت بخمسة من الأهداف معايير الإدارة التخطيط الاستراتيجي يعني كيف أصل إلى الهدف التنظيم التوجيه المتابعة مفاهيم حديثة لمبدأ الفصل بين السلطات الشفافية في إدارة الشؤون العامة حوكمة الشركات اللامركزية المجتمعية المسائلة خصائص الإدارة الإدارة هي نشاط إنساني يتكون من وظائف تشكل مع بعضها البعض بشاطة فريدا من نوعه يختلف عن باقي الأنشطة الإنسانية الإدارة حلقة دائرية تبدأ بتحديد الأهداف أي التخطيط وتنتهي بالرقابة فالرقابة لا بد أن تكتشف عن وجود انحرافات وتصيح هذه الانحرافات لا يبدأ أن يطلب إجراء تعديلات جذرية على السياسات تختص الإدارة بتحقيق أهداف معينة تتفق عليها جماعة من الناس حيث أن العمل الأساسي لإدارة هو توجيه جهود جماعة من الناس بنكتفي بالثلاثة يا دكتورة تعريف الإدارة الناجحة هنا مبحث المحور للإدارة الناجحة إدارة الإدارة الناجحة هي مؤسسة للوصول لأهدافها مع الحفاظ على الخطط المستقبلي وذلك مع احترام حقوق كافة أفراد العاملين عنا هون مقاومات العمل الإداري الناجح تحقيق الأهداف العامي للمؤسسات طبق المتطلبات للإدارة تطبيق برامج متابعة لكافة الإدارة بالشركات وتحديد نماذج تقارير دورية للمتابعة توفير الآلية التي تتليح سرعة أخذ القرارات ضرورة النظر ودراسة الأفكار والمقترحات هون عندي مثال الإدارة التعليمي بما أني أنا آنس يا دكتورة عملت هون نموذج بالإدارة التعليمي وميدان عمل للإدارة التعليمي ما بافز الوقت بكفي أحكي نعم تحتاج كل منظمة وهيئة لتنظيم وتنسيق جهود من أجل تحقيق الأهداف والتي وجدت أساسا من أجلها وفي الإدارة التعليمية تقوم بتنظيم الإمكانيات البشري في الإدارة واللجان والمدارس والفصول ميادين العمل علاقة المدرسة لخدمته وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والمدرسة ولا تستطيع أن تعيش بمعزل عما يدو مثل هون مجلس الآباء نحن بالمدرسة عندنا مجلس آباء كل أسبوع أو شهر من طالب الآباء بحضور إلى مجلس آباء تطوير المنهاج نحن كمدرسات عندنا منهاج نحن نشوف أش فيه تقصير ومن الفعل الإدارة وإدارة بترفعه للتربية عندنا شؤون التلاميذ نحن دائما نكون عنا مرشد اجتماعي ومرشد نفسي للتلاميذ للاهتمام بشؤون التلاميذ عنا شؤون العاملين بالنسبة للإدارة يتعلق بالميدان بتوفير قوى المباشرين المؤهلة اللازمة لتنفيذ البرامج التعليمي التمويل والإدارة عنا صندوق تبرعات للأيتام وغيرها بعدين هون عنا العوامل المؤثرة على الإدارة التعليمي يقول كان دل أن طابع الإدارة التعليمية تحت بعملين مفهوم الدولة السياسية النظرات التربوية السائدة وهناك دول تؤمن بتعدد أو التنوع وهذه الدول التي تقوم فيها إدارة تعليمية على أسلام مركزية والأساس الذي تعتمد عليه في هذه الأنظمة من الإدارة هو الإيمان بحرية الاختيار وبقيمة الفرد في ذاته الصفات المميزة لإدارة التعليمية أن تكون متماشية مع الفلسفة الاجتماعية والسياسية البلاد أن تتسم بالمرونة في الحركة والعمل أن تتميز بكفاءة عندنا الخاتمة التخطيط وهو وظيفة مستمرة لا تتوقف أبدا حتى بعد الصياغ تخطر فترة معينة طبعا إحنا لازم دائما يكون عندنا خطة ممنهجة دائما وأبدا ويجب إدارة الوقت بكفاءة الملاجع في داعي يحكيهم دكتورة أعطيك دائما مع الفلحة ذكريني بكرة فيه ثم شكرا يا دكتورة ماشي شكرا يا زيران يعطيك العافية أسمهان خليني أنا دقيق بالعملي أو بالشي اللي أنجزتي لالبحث مي كمان بناقش بس لنشوف قديش عنه وقت تمام هدو شوي علي نشوف أمتى أنا بعدت لكم الرابط سعودائتين ولأ أعتقد في وقت مي بناقش كمان حضرتكم اتفضل يا حضرتكم يالا فضل يا فهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا فهد حياكم الله بس دقيقة دكتور لحظتين نفتح الحلقة طوض وقتك لان صدقا ما كنتم جهز حال للمناقش فقلت بده ناقش واخلص منها بقى لأ خلص منا معكها وعليكم السلام أهلين يا محمد آه أنت قلتك تناقش ما هيك محمد عزرنا ما ضل عنه وقت بكرة بكرة يا محمد جهز حالك أنت أول واحد تناقش تمام حياكم الله جميع الزملاء طبعا الحلقة عن الإدارة المدرسية تمام المحاور الرئيسية مفهوم الإدارة المدرسية ست دور المدير في الإدارة سبع الأساليب الإدارة الحديثة الخاتم المصادر مفهوم الإدارة المدرسية لقد مر مفهوم إدارة المدرسة بتغير بتغيرات وتطور وتطورات كثيرة ولا يجد يوجد إجماع حول مفهوم محدد لها وذلك لنتيجة الاختلاف وجهات النظر حول طبيعة وأبعاد ميدال الإدارة المدرسية ننتقل للإدارة المدرسية الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرامج الدراسية وإعدادها ومناقشة المنهج الدراسية وتنفيذ الفلسفة التعليمية التعريفات التعريفات المفهوم الإدارة المدرسية إن الإدارة المدرسية محصلة الجهود والأنشطة الجماعية لأفراد الإدارة على نحو متكامل ومتعاون وإن رسالتها وهدفها المركزي هو الطالب بناء وتنمية جميع جوانبه الشخصية بناء متكاملا وهذا لا يتم إلا من خلال العمليات الإدارية الأساسية أولا تخطيط التنظيم التوجيه التنسيق الرقابة والمتابعة مثل أي مشروع بنا نقوم فيه نبدأ بالتخطيط بعدها بالتنظيم والتنفيذ التوجيه التنسيق المراقب ونشوف آلية العمل كيف ستتم أهداف الإدارة المدرسية تهدف الإدارة المدرسية إلى تنظيم المدرسة وتوجيه حركة العمل بها على أسس علمية تمكنها من تحقيق أهدافها وتعمل على حفظ العناصر البشرية وتوفير العناصر المادية وتنشيقها لتطوير عملية التعليم أهداف الإدارة المدرسية أولاً توفير كل الظروف والإمكانات التي تساعد على تحقيق النمو الشامل والمتكامل للطلبة وفق ما تسمح به قدراتهم وإمكانياتهم ثانياً متابعة الخطط التربوية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذها بفعالي ثالثاً العمل بشكل مستمر وتعاون مع أولياء الأمور وغيرهم من المعلمين لتحقيق حاجات التعلم لجميع الطلبة رابعاً تنسيق جهود العاملين بالمدرسة من أجل سرعة إنجاز المهام المدرسية ويتضح مما سبق أن الإدارة المدرسية هي التي يكون هدفها الأساسي هو تنمية الطالب بكل جوانب هي الشخصية وتكريس كل الإمكانيات المادية والمشارية من أجل تطويره علمياً وسلوكياً خصائص الإدارة المدرسية طبعاً أنا أختصر دكتورة من لاحقه زيادة خصائص الإدارة المدرسية هناك عدداً من الخصائص التي تمتاز بها بمراعاتها الإدارة المدرسية من أجل تحقيق أهدافها ونجاحها تعدمت على الموضوعية والتخطيط السليم وأن تكون إدارة إيجابية وهذا يعني أنها لا تركن إلى السلبيات أو المواقف الجامدة بل يكون لها دور قيادة في مجالات العلم وتوجيهه كما على الإدارة المدرسية أن تكون إدارة اجتماعي بعيدة عن الاستبداد والتسلط قائمة على المشاركة والمشورة أيضاً يستوجب على الإدارة المدرسية أن تكون إدارة إنسانية وذلك من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة وحسن معاملة الآخرين من أنتقل لميزات الإدارة المدرسية تتميز الإدارة المدرسية بقبول التغيير والقدرة الفائقة على التعامل مع المتغيرات المتلاحقة واستعاب التكنولوجيا الجديدة والمتجددة وتوظيفها لتحقيق مزيد من التفوق والتمييز وإدراك أهمية المجتمع والبيئة المحيطة وضرورة الفتاح عليه يتضح مما سبق أن الإدارة المدرسية الفاعلة تتميز بكونها إدارة علمية وإنسانية اجتماعية واقتصادية توظف مهاراتها وقدراتها الإبداعية لتحقيق أهدافها تعتمد في ذلك على التخطيط سليم ووضع البرامج التعليمية التي تراعي ميول الطلاب واتجاهاتهم المختلفة معايير الإدارة المدرسية لدينا أربع معايير المعيار الأول تتميز الإدارة الناجحة بتوفيض واضح للسلطة وتعيين محدد للمسئوليات التي تتناسب معها المعيار الثاني فهو أن الإدارة المدرسية تخدم العملية التربوية والتعليمية ولذلك تتحدد وظائفها تنظيمها ووسائل تنفيذها في ضوء أهداف الممارسة المعيار الثالث أن الأهمية تعكس إدارة المدرسة العمل التربوي الذي تقوم به المدرسة وأن تعكس خصائص المعلمين الذين يقومون بالعمل المعيار الرابع أن تدير الإدارة المدرسية كل أنواع التنظيم الإداري والفن والوسائل التي تساعد على حل المشكلات التي تصدفها حلا مناسبا يحقق الأهداف التربوية والتعليمية للمدرسة دور المدير في الإدارة يبرز دور المدير في رفع فعالية الإدارة فهو المسؤول عن مدرسته والمشرف على جميع شؤونها التربوية والتعليمية والإدارية والاجتماعية وليس فقط إداريا ينفذ بفعالية قائمة المهام أو الوظائف المفروضة من الجهات العليا في مجالات التنظيم وتقسيم العمل بين المعلمين الأساليب الإدارية الحديثة لإدارة المدرسة ينبغي على المدير اتباع مجموعة من الأساليب الإدارية الحديثة في إدارته للمدرسة للمدرسة كمبدأ تفويض الصلاحيات وتمكين الأفراد والعمل على تعزيز مهاراتهم وتنميذ ثقتهم بأنفسهم وإيجاد فرص عمل تعتمد على قدراتها الذاتية ينبغي أيضاً لمدير المدرسة العصرية أن تكون له الرؤية والاستراتيجية المستقبلية والتفكير الابتكاري والإبداعي ويسعى باستمرار لإحداث تغيرات دروسة في الأهداف والعمليات والاستراتيجيات والممارسات وإيجاد برامج تعليمية جديدة تطلق قوى الإبداع وتستفز جميع الطاقات في المدرسة والبيئة الخارجية لها أيضاً كما ويجب أن يوفر الظروف والإمكانيات التي تساعد على تحقيق الأهداف التربوية كأعداد برامج تعليمية تكنولوجية تستطيع أن تؤمن للإدارة المدرسية جميع المعلومات والبيئة والبيانات التي تعود بالفائدة على هذه المؤسسات المؤسسة التربوية أخيراً المراجع مثل ما ذكرنا ما في دعا نقراهن تمام الله يعطيك العافية شكراً جزيلاً يا فهد الله يعطيك العافية شوفوا الزاكرة أو لسد وين مطلوب ملقى في المزاكرة بكراً إن شاء الله رح نحدده ذكروني في المحاضرة بكراً أني نحددت لطنيا مشان تعفوا من وين لأوين رح يجيكم في المزاكرة ما رح طول عليكم أكثر من هيك اليوم يكفيكم الله يعطيكم العافية ما أصرته شكراً جزيلاً لكم وننطقي إن شاء الله بكرا بمحاضرتنا 14 أو 13 واتفر والله نسياني أنا تمام؟ حدا عنده أي سؤال حدا عنده أي مداخلة حدا عنده أي شيء إلينا يا قبل ما نفتر طبعاً أعطيك العافية إذا في مجال طبعاً فيك شو؟ أني بدي يقلك إيما تأخر موعد لمناقشي الحلقات حلق أنا بالنسبة لألي حلقتي تقريباً 90% بقى عندي بعض التنسيقات وبعض الأمور واللي سبيان مين عم يحكي أول شيء؟ بكر تمام يا بكر الله يعطيك العافية معك لها 15 شهر يا بكر يعني معك لها يوم التانيين حاول إذا اليوم وبكرا بتقدر يمتى ما خلصتها بعتلي إياها وخليني شوفها تمن؟ حلق إن شاء الله إذا خلصت ترتيبة بكرا بناقشها بجلسة بكرا إن شاء الله بس المشكل إنه في عندي أمور هيك بالنهار ودوام ما إني عم بلحق كل شيء طبعا بصير شيء لك اللي هي تلمسها ليلا بالأحرى كمان نووي خلصت تمام ما خلصت خلص من ناقش لك يا هابي محاضرة قادمة ما في مشكلة أو لا كل الأحوال حاول بكرا تخلص ما خلصت حكيني بكرا أسناء المحاضرة بنحكي في الموضوع تمام؟ أنا بقي عندي الرتوش وبعض الترتيبات يعني إن شاء الله إذا أنا تفضيت لها بكرا أثناء الدوامة رح ناقشها بكرا بجلسة بكرا ما هي للجلسة القادمة إن شاء الله إن شاء الله وبالتوفيق يا بكر أنا أتمنى كلكم نتناقشوا جماعي مشان علاماتكم ترتفع إن شاء الله بالتوفيق إيه تمام عندي الله يعطيكم العافية حدا عنده أي شيء تانية جماعة قبل ما نخطق كل الأحوال بإيداية فقط حدا عنده أي شيء تمام نلتقيكم إن شاء الله بكرا على خير وذكروني بكرا قبل لأي شيء إنه نشكي بموضوع المذاكرة من الميلة ويد تمام؟ السلام عليكم في أصباح على خير نلتقي إن شاء الله على خير يا رب سلام عليكم